اشتركوا في القناة الفرض المحروس للسنة الثالثة يعني طبعا يعني هو مرتبط بالدروس الأولى هذا الفرض المحروس رقم واحد يعني في العادة يكون هناك فرضان محروسان بالنسبة لمادة التربية الإسلامية إلى ثلاثة يعني أحيانا قد يكون ثلاثة فرض محروسة في كل دورة إذن هذا الفرض المحروس الأول يعني سوف نرى فيه يعني الدروس التي رأيناها في هذه الفترة الأولى من الدورة الأولى إذن على بركة الله نبدأ الفرض يعني هنا الفرض بدون تصحيح بعد ذلك سوف أقدم لكم تصحيحا لهذا الفرض إذن حاولوا إنجاز هذا الفرض بناء على مكتسباتكم الشخصية من خلال الدروس ثم بعد ذلك يعني بإمكانكم الإطلاع على التصحيح الذي سوف أعرض عليكم بعد هذا الإمتحان إذن دائماً امتحانات التربية الإسلامية تكون مرتبطة بوضعية تقويمية إذن هناك وضعية تقويمية إذن سأقرأ عليكم الوضعية التقويمية هنا أحمد مهاجر مغربي يعمل في الديار الأوروبية لاحظ أن صديقه فريد يغش في عمله بدعوى أن مشغله غير مسلم ولا يخرج زكاة ماله لأنها لا تؤدي وظيفتها وأن على الدولة بقيادة أمير المؤمنين أن تتخذ التدابير العملية لتجسيد مقاصدها وغاياتها فنبهه إلى أنه يقدم صورة سيئة عن الإسلام وهذا يتعارض مع ضوابط التعارف والتعايش وأن المخالفات التي يرتكبها كلها ذات صلة بالإيمان فنظر إليه مستغربا ومتسائلا عن علاقة الإيمان بالعمل رد عليه بأن الصلاح والاستقامة من غايات ترابط العقيدة والشريعة وذكره بقول الله تعالى في صورة الحديد الآية 7 آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير إذن هذه هي الوضعية التقويمية دائما وضعية الانطلاق يعني وضعية تقويمية إذن المطلوب منك بعد قراءة الوضعية توظيف مكتسباتك في إنجاز المهام التالية إذن المهمة الأولى حدد المشكلة التي تطرحها الوضعية الاختبارية إذن ما هي المشكلة التي تضعها هذه الوضعية الاختبارية الوضعية التقويمية إذن ينبغي أن تحدد هذه المشكلة المشكلة واضحة في الوضعية فقط بعض التركيز وهي مرتبطة بدرسين رأيناه دائما كل هذه الأمور هي مرتبطة بدرسين رأيناه في الجزء الأول من الدورة الأولى ثانيا اشرح المفاهيم التي تحت خط في نص الوضعية إذن هناك مفهومان تحتهما خط في نص الوضعية إذن هناك مفهوم أمير المؤمنين ومفهوم التعايش إذن حاولوا أن تشرحوا هذه المفاهيم التي تحتها خط هذا السؤال الثاني السؤال الثالث أوضح موقفك مما يدعيه فريد من كون الزكاة لا تؤدي وظيفتها علل جوابك أو عللي جوابك إذن ينبغي أن توضح موقفك يعني مما يدعيه فريد لأن فريد يدعي أن الزكاة لا تؤدي وظيفتها إذن ما رأيك أنت في هذا الكلام بناء على ما درسناه يعني في درس الزكاة هنا وعلل إجابتك يعني علل إجابتك بناء على النصوص التي رأيناها بأ دعم موقفك بنص شرعي إذن موقفك التي اتخذته هل أنت مع فريد أم ضده إذن ادعم هذا الموقف بنص شرعي هذا بأ رابعا اذكر أو اذكري لفريد ضابطين من ضوابط التعارف والتعايش إذن ضابطان من ضوابط التعارف والتعايش يعني حاولوا أن تذكروا ضابطين من هذه الضوابط هذا رابعا خامسا استدل على المعنى التالي بآيات مناسبة من صورة الحديد مع الشكل التام لذلك أخبركم دائما أنه ينبغي أن تحاولوا أن تحفظوا يعني مقاطع من صورة الحديد أن يحاولوا حفظها كاملة لأنه دائما تعطى في الامتحان وكذلك الامتحان النهائي سوف يطلب منكم أن تكتبوا جزءا من صورة الحديد يعني مع الشكل إذن استدل على المعنى التالي بآيات مناسبات من صورة الحديد مع الشكل التام بيّن سبحانه أن الإنفاق فضيلة والمصابقة إليه تمام الفضيلة والمنفقين درجات بحسب أحوالهم وكلا وعد الله الحسن قال تعالى وَمَا لَكُمُ أَلَّا تُنْفِقُوا إذن أتمم الآية أتمم الآية إلى أن تصل وله أجر كريم إذن ينبغي أن تكونوا حافظين للصورة لكي تتمكنوا من كتابة هذا الجزء منها إذن هذا أيضا مطلوب منكم في الامتحان يعني مطلوب منكم حفظ صورة الحديد طبعا إذن سادسا حدد أو حددي المستفاد من الآية الكريمة الواردة في الوضعية إذن ما هو المستفاد من الآية الكريمة الواردة في الوضعية هذه الوضعية الآية الكريمة هي قول الله عز وجل في صورة الحديد آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير إذن هذه هي الآية إذن السؤال هو حدد المستفاد يعني ماذا نستفيد من الآية الكريمة الوارد في الوضعية إذن حاولوا أن تحددوا المستفاد من الآية الكريمة المستفاد يعني ما نستفيده من هذه الآية الكريمة سابعا استخرج من الآية مثالا لحكم من أحكام التجويد التي درستها إذن الآية فيها حكم من أحكام التجويد إذن حاولوا استخراجه ستتذكرون أحكام التجويد التي درسناها في إطار النص إذن حاولوا استخراج من الآية مثلا لحكم من أحكام التجويد التي رأيناها مع قراءتنا لآيات من صورة الحديد ثامنا بيّن كيف يمكن أن تعزز العبادات الجماعية قيم التعارف والتعايش إذن كيف يمكن للعبادات الجماعية العبادات الجماعية إذن هنا نتكلم عن الصلاة الصلاة جماعة يعني كذلك حتى الزكاة يعني تعتبر من العبادات الجماعية لأنها تعطى منها كذلك الحج أيضا من العبادات الجماعية الصوم طبعا من العبادات الجماعية نحن نصومه في مجتمع نرسومه رمضان كلنا في داخل نفس المجتمع إذن هناك طقوس وهناك عادات مرتبطة بالصوم بيين كيف يمكن أن تعزز العبادات الجماعية قيمة التعرف والتعيش بإمكانكم أن تبينوا ذلك بناء على ما رأيتمه في الدرس تاسعا بيين ميز أو ميزي الأمور الاعتقادية من التشريعية مما يلي إذن لدينا مجموعة أمور يعني هنا مذكورة الجنة مسألة الجنة مسألة الزواج الكتب السماوية الزكاة ملك الموت والحج إذن هذه ستة أمور الجنة الزواج الكتب السماوية الزكاة ملك الموت والحج إذن هذه ستة أمور إذن ما هي الأمور الاعتقادية يعني تختارون ثلاثة أمور اعتقادية من هذه هي أمور اعتقادية وما هي الأمور التشريعية إذن هناك ثلاثة أمور اعتقادية في هذه المصطلحات وهناك ثلاثة أمور تشريعية أيضا في هذه المصطلحات إذن ينبغي أن تحددوا الأمور الاعتقادية من الأمور التشريعية هذا السؤال التاسع إذن كان هذا هو الامتحان بالتوفيق إن شاء الله حاولوا أن تضعوا أنفسكم في وضعية الامتحان وحاولوا أن تنجزوا هذا الامتحان يعني أتمنى لكم التوفيق والسدد يعني مدة الإنجاز تقريبا ساعة 55 دقيقة يعني الساعة إذن أتمنى لكم التوفيق والسدد يعني سوف أعرض عليكم أيضا تصحيح لهذا الامتحان يعني في وقت اللاحق سوف أعرض عليكم تصحيح لهذا الامتحان يعني أتمنى لكم التوفيق يعني وإذا وجدتم صعوبة في حل أي سؤال من هذه الأسئلة إذن بإمكانكم أن تكتبوا لي في آت تعليقات إذن أشكركم على حسن تتبعكم ونلتقي مع تصحيح لهذا الامتحان يعني هذا الفرض المحروص رقم واحد ترجمة نانسي قنقر